بسم الله الرحمن الرحيم علم الدلالة تأليف الدكتور أحمد مختار عمر أستاذ علم اللغة كلية دار العلوم جامعة القاهرة الصفحة السادسة مقدمة لم يعود علم الدلالة الآن في حاجة إلى من يدافع عن وجوده أو يبرر الاهتمام به فقد تخطى هذه المرحلة منذ نصف قرن أو يزيد وصار الآن يلقى من الاهتمام والدراسة في كل أنحاء العالم ما يلقاه سائر فروع علم اللغة ولسنا هنا في مجال الدفاع عن هذا الفرع من علم اللغة أمام القارئ العربي فسيدرك هو بنفسه مدى أهميته حين يمضي في قراءة الكتاب ولكننا نحب فقط أن نشير إلى حقيقة واضحة قد تغيب عن بعضهم وهي أن الموضوع الأساسي لهذا العلم هو المعنى ولا أحد ينكر قيمة المعنى بالنسبة للغة حتى قال بعضهم إنه بدون المعنى لا يمكن أن تكون هناك لغة وعرف بعضهم اللغة بأنها معنى موضوع في صوت إن الطبيعة الحقيقية للغة يمكن فقط فهمها من خلال فهم المعنى ويلعب المعنى دورا كبيرا في كل مستويات التحليل اللغوي بدءا من التحليل الفونيمي بل يلعب دورا كبيرا في تطبيقات كثيرة لعلم اللغة مثل طرق الاتصال وتعليم اللغة والترجمة ودراسة اكتساب اللغة وإذا كانت قضية المعنى قد تناولها في الأعوام الأخيرة علماء مختلفو الثقافة متنوعو الاهتمام واشترك في مناقشتها الفلاسفة والمناطق واللغويون والانثروبولوجيون وعلماء النفس ودارسو الفن والأدب فقد اقتصرت في هذا الكتاب على دراسة وجهة النظر اللغوية وإن كنت قد عرضت من المادة غير اللغوية ما أحسست أنه وثيق الصلة بالهدف الرئيسي الصفحة السابعة ورغم كثرة ما كتبه ويكتب بغير العربية في علم الدلالة ومناهج دراسة المعنى من وجهة النظر اللغوية فالمكتبة العربية فقيرة أشد الفقري في هذا النوع من الدراسات فمنذ أن صدر كتاب المرحوم الدكتور إبراهيم أنيس دلالة الألفاظ عام 1958 حتى الآن لم تقدم للقارئ العربي أي دراسة علمية للمعنى بمفهومه اللغوي تستفيد مما جد من نظريات وما قدم من أبحاث وما ظهر من نتائج ولا يغنى في هذا المقام كتاب الدكتور كمال بشر دور الكلمة في اللغة والدكتور مراد كامل دلالة الألفاظ العربية وتطورها 1963 فأولهما ترجم لكتاب صدر في فترة مبكرة من تاريخ العلم 1951 والثاني يعالج زاوية واحدة من زوايا العلم الكثيرة ويكفي لإثبات فقر المكتبة العربية في هذا المجال أن نلقي نظرة على أهم ما نشر باللغة الإنجليزية وحدها في السنوات العشرين الأخيرة وقد أوردنا بعضا منه في قائمة المراجع آخر الكتاب وبعد فإن القضايا المطروحة في علم الدلالة ليست مما يمكن الإلمام به أو عرضه في كتاب واحد وبخاصة منذ تداخلت مناهجه مع مناهج النحو بعد مقالة كادز وفودور الرائدة 1963 التي قادت إلى دمج الفرعين داخل إطار القواعد التحويلية وتوسعت اهتمامات هذا العلم لتشمل التراكيب وتحليل الجمل ببيان علاقات كلماتها بعضها ببعض وإظهار كيفية ارتباط الجمل منطقيا بالجمل الأخرى وقد أصبحت النظرة إلى التحليل الدلالي الآن على أنه يغطي فرعين ألف أحدهما يهتم ببيان معاني المفردات وذلك حين تعمل الوحدات اللغوية كرموز لأشياء خارج الدائرة اللغوية أو حين تكون العلاقات بعض الحقاق المعينة في الواقع وقد أطلق عليها بعضهم اسم المعاني المعجمية الصفحة الثامنة باء والآخر يهتم ببيان معاني الجمل والعبارات أو العلاقات بين الوحدات اللغوية مثل المورفيمات والكلمات والجمل وذلك حين تقوم العناصر اللغوية بدور الرموز لعلاقات بين عناصر لغوية أخرى وقد سماها بعضهم المعاني النحوية لذلك رأيت أن أركز في هذا الكتاب على الجانب الأول من الدراسة الدلالية وهو المعاني المعجمية مع بعض إشارات سريعة إلى الجانب الآخر حين يكون ذلك ضروريا مؤجلا المعالجة التفصيلية له إلى كتاب آخر مستقل أرجو أن أفرغ من جمع مادته قريبا المؤلف الباب الأول مدخل وتمهيد الصفحة 11 الفصط الأول التعريف بعلم الدلالة أسماؤه وطلقت عليه عدة أسماء في اللغة الإنجليزية أشهرها الآن كلمة سيمانتيكس أما في اللغة العربية وبعضهم يسميه علم الدلالة وتضبط بفتح الدال وكسرها وبعضهم يسميه علم المعنى ولكن حذار من استخدام صيغة الجمع والقول علم المعاني لأن الأخير فرع من فروع البلاغة وبعضهم يطلق عليه اسم السيمانتيك أخذا من الكلمة الإنجليزية أو الفرنسية تعريفه يعرفه بعضهم بأنه دراسة المعنى أو العلم الذي يدرس المعنى أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى موضوعه يستلزم التعريف الأخير أن يكون موضوع علم الدلالة أي شيء أو كل شيء يقوم بدور العلامة أو الرمز هذه العلامات أو الرموز قد تكون علامات على الطريق وقد تكون إشارة باليد أو إيماء بالرأس هامش واحد كما قد تكون كلمات وجملا الهامش واحد من أمثلة الرمز كذلك حمرة الوجه الدالة على الخجل والتصفيق علامة الاستحسان وعلامات الترقيم ورسم فتاة مغمضة تمسك ميزانا كرمز للعدالة ووضع شوكة وسكينة بصورة متقاطعة في القطار للدلالة على وجود مطعم فيه وغير ذلك الصفحة 12 وبعبارة أخرى قد تكون علامات أو رموز غير لغوية تحمل معنى كما قد تكون علامات أو رموز لغوية ورغم اهتمام علم الدلالة بدراسة الرموز وأنظمتها حتى ما كان منها خارج نطاق اللغة فإنه يركز على اللغة من بين أنظمة الرموز باعتبارها ذات أهمية خاصة بالنسبة لإنسان وقد عرف بعضهم الرمز بأنه مثير بديل يستدعي لنفسه نفس الاستجابة التي قد يستدعيها شيء آخر عند حضوره ومن أجل هذا قيل إن الكلمات رموز لأنها تمثل شيء غير نفسها وعرفت اللغة بأنها نظام من الرموز الصوتية العرفية ومثال الرمز غير لغوي سماع الجرس في تجربة بافلوف فالجرس قد استدعى شيء غير نفسه بدليل أن الكلب حين يسمع الجرس لا يتوجه إليه ولكن إلى مكان الطعام ومثال الرمز اللغوي تجربة سائق السيارة والعائق شخص يقود سيارة يجد أمامه لافتة مكتوبا عليها الطريق مغلق إذا سار السائق ولم يعبأ بالرمز فإنه سيضطر إلى الاستدارة والعودة حين يصل إلى العائق ولكن إذا عمل بما جاء في الرمز فسيستدير بمجرد رؤيته ويعود إذن اللافتة استدعت شيئا غير نفسها وهي بديل استدعى لنفسه نفس الاستجابة التي قد تستدعيها رؤية العائق وحيث كان مسلما أن النشاط الكلامي ذا الدلالة الكاملة لا يتكون من مفردات فحسب وإنما من أحداث كلامية أو امتدادات نطقية تكون جملا تتحدد معالمها بسكتات أو وقفات أو نحو ذلك حيث كان ذلك مسلما فإن علم المعنى لا يقف فقط عند معاني الكلمات المفردة لأن الكلمات ما هي إلا وحدات يبني منها المتكلمون كلامهم ولا يمكن اعتبار كل منها حدثا كلاميا مستقلا قائما بذاته الهامش واحد بخلاف ما كان شائعا من قبل وقد ذكر ماريو باي 1965 أن علم الدلالة يختص بدراسة معاني الكلمات أسس علم اللغة صفحة 44 الصفحة 13 علم الدلالة وعلوم اللغة لا يمكن فصل علم الدلالة عن غيره من فروع اللغة فكما تستعين علوم اللغة الأخرى بالدلالة للقيام بتحليلاتها يحتاج علم الدلالة لأداء وظيفته إلى الاستعانة بهذه العلوم فلكي يحدد الشخص معنى الحدث الكلامي لا بد أن يقوم بملاحظات تشمل الجوانب الآتية ألف ملاحظة الجانب الصوتي الذي قد يؤثر على المعنى مثل وضع صوت مكان آخر ومثل التنغيم والنبر واستمع إلى قوله تعالى في سورة يوسف بعد فقد صواع الملك قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه فلا شك أن تنغيم جملة قالوا فما جزاؤه بنغمة الاستفهام وجملة ما وجد في رحله فهو جزاؤه بنغمة التقرير سيقرب معنى الآيات إلى الأذهان ويكشف عن مضمونها باء دراسة التركيب الصرفي للكلمة وبيان المعنى الذي تؤديه صيغتها فلا يكفي لبيان معنى استغفر بيان معناها المعجمي المرتبط بمادتها اللغوية غ ف ر بل لا بد أن يضم إلى ذلك معنى الصيغة وهي هنا وزن استفعل أو الألف والسين والتا التي تدل على الطلب وفي باب معاني صيغ الزوائد أمثلة أخرى كثيرة جيم مراعاة الجانب النحوي أو الوظيفة النحوية لكل كلمة داخل الجملة ولو لم يؤدي تغيير مكان الكلمات في الجملة تغيير الوظيفة النحوية إلى تغيير المعنى ما كان هناك فرق بين قولك طارد الكلب القط وطارد القط الكلب كذلك قد تتفق كلمات الجمل المتشابهة ولكن يكون الاختلاف في توزيع المعلومات القديمة الموضوع والجديدة المحمول مثل الثعلب السريع البني كاد يقتنص الأرنب الثعلب البني الذي كاد يقتنص الأرنب كان سريعا الصفحة 14 الثعلب السريع الذي كاد يقتنص الأرنب كان بنيا دال بيان المعاني المفردة للكلمات وهو ما يعرف باسم المعنى المعجمي ومن الممكن أن يوجد المعنى المعجمي دون المعنى النحوي كما في الكلمات المفردة وكذلك أن يوجد المعنى النحوي دون المعجمي كما في الجمل التي تركب من كلمات عديمة المعنى مثل القرعب شريب البنع بل من الممكن أن لا يوجد الجملة معنى مع كون مفرداتها ذوات معان وذلك إذا كانت معاني الكلمات في الجملة غير مترابطة مثل الأفكار عديمة اللون تنام غاضبة ها دراسة التعبيرات التي لا يكشف معناها بمجرد تفسير كل كلمة من كلماتها والتي لا يمكن ترجمتها حرفيا من لغة إلى لغة وذلك مثل البيت الأبيض في الولايات المتحدة ومثل الكتاب الأبيض والكتاب الأسود كمصطلحين سياسيين ومثل التعبيرات ييلو برس للصحافة المعنية بالفضائح والأخبار المثيرة وفضراء الدمن للمرأة الحسنى في منبة السوء علم الدلالة وعلم الرموز تذكر معاجم المصطلحات اللغوية أن علم الرموز سيمانتيكس هامش واحد هو الدراسة العلمية للرموز اللغوية وغير اللغوية باعتبارها أدوات اتصال ويعرفه دي سوسير بأنه العلم الذي يدرس الرموز بصفة عامة ويعد علم اللغة أحد فروعه ويرى سي دابليو موريس وار كارناب أن علم الرموز يضم الاهتمامات الثلاثة الرئيسية الآتية الهامش يطلق عليه كذلك سيميولوجي وسيغنيفكس الصفحة 15 أولا دراسة كيفية استخدام العلامات والرموز كوساء الاتصال في اللغة المعينة ثانيا دراسة العلاقة بين الرمز وما يدل عليه أو يشير إليه ثالثا دراسة الرموز في علاقاتها بعضها ببعض وعلى هذا يضم علم الرموز كثيرا من فروع علم اللغة وبخاصة الدلالة والنحو الإسلوب كما أنه يعد من الناحية الدلالية وحدها أعم من علم الدلالة لأن الأخير يهتم بالرموز اللغوية فقط أما الأول فيهتم بالعلامات والرموز لغوية كانت أو غير لغوية ربما كان ارتباط علم الدلالة بالفلسفة والمنطق أكثر من ارتباطه بأي فرع آخر من فروع المعرفة حتى قال بعضهم إنك لا تستطيع أن تقول متى تبدأ الفلسفة وينتهي السيمانتك وما إذا كان يجب اعتبار الفلسفة داخل السيمانتك أو السيمانتك داخل الفلسفة ومنذ نحو ربع قرن كان اللغويون يتركون السيمانتك للفلسفة والانتروبولوجيون ثم أخذ السيمانتك يحتل مكانة تدريجية في علم اللغة إلى أن تم في السنوات الأخيرة وابع السيمانتك في مكانة مركزية في الدراسة اللغوية وقد أشرنا في فصلنا المعنون نظرة تاريخية إلى دور فلاسفة اليونان في إثارة بعض المشاكل الدلالية وما يزال الفلاسفة حتى الآن يدرسون العلاقة بين اللغة والواقع ويتساءلون عن مدى تحقق الصدق أو الزيف بالنسبة للشخصيات الهامش واحد لمزيد من التفاصيل راجع F.H. George في سيمانتك صفحة 31-79-82 وانظر Dictionary of Language مادة سيمانتك وGlossary Linguistic Terminology مادتي سيميولوجي وسمانتك وانظر كذلك Elements of Semiology صفحة 9 وما بعدها اثنين F.H. George في سيمانتك صفحة 107 الصفحة 16 بالنسبة للشخصيات الخيالية الواردة في القصص مثل ساندريلا وجيلفر وطرزان ويلي علوم الفلسفة في الاهتمام بالدلالات علم النفس الذي عالج الجانب الذاتي للغة اهتم علماء النفس بالإدراك وحيث كان الإدراك ظاهرة فردية فقد طوروا وسائل ليعرفوا بها كيف يختلف الناس في إدراكهم للكلمات أو في تحديد ملامحها الدلالية كذلك يهتم علم النفس بكيفية اكتساب اللغة وتعلمها ودراسة السبل التي بها يتم التواصل البشري وغير البشري عن طريق اللغة 1- ومن أجل اهتمام علم الدلالة بكل ما يحمي المعلومات وهو يهتم بالناس وعاداتهم الاجتماعية وطرق الاتصال القائمة بينهم والآلات أو الوسائل المستخدمة في ذلك 2- ويتوجه جزء كبير من اهتمامه للعمليات العضوية المركبة في الفم وفي أعضاء النطق بالنسبة لمتكلم وتتبع ما تحدثه من اهتزازات هوائية تلتقطها أذن السامع 3- وهو يسير وراءها أبعد من ذلك ليرى كيف تتحول إلى إشارات عن طريق الجهاز العصبي وكيف يتلقى العقل هذه الإشارات من خلال الأعصاب الممتدة من الأذنين ويترجمها إلى الفكرة التي يعنيها المتكلم 3- هامش 2- وبهذا لا يستغني الدرس الدلالي عن كثير من الحقائق الفيزيائية والفسيولوجية ويلخص ليتش القضية كلها في قوله السيمانتيك نقطة التقاء لأنواع من التفكير والمناهج مثل الفلسفة وعلم النفس وعلم اللغة وإن اختلفت اهتمامات كل لاختلاف نقطة البداية 3- الهامش 1- سيمانتيك تيوري صفحة داعش وما بعدها 2- من قضايا اللغة والنحو صفحة أربعة وف ات جورج صفحة تسعة وثلاثين 3- سيمانتيك صفحة تسعة مقدمة 4- وقد بالغ المؤلف في حكمه حين قال بعد ذلك السيمانتيك كثيرا ما يبدو محيرا ومركبا وذلك لأن السويل إليه مختلفة وكثيرة والعلاقات بينها لا تبدو واضحة حتى بالنسبة للمؤلفين في الحقل اشتركوا في القناة